وأنا أقول لسمو رئيس منس الوزراء وأؤكد وأعرف نواياه الصادقة في الإصلاح لكن لا يمكن أن يكون هناك إصلاح دون قرار القرار يجب أن يتخذ لا تسمعون للسياسيين المنتهية صلاحيتهم اللي في على سبيل المثال لا الحصر أول ما طرح موضوع مدينة الحرير قالوا هذه مدينة خرير كلها مثبت ومسجل بعدها ثلاث سنين يتهمون الحكومة ليش ما يبتوا مدينة الحرير الآن بعد ما اطلعوا من الساحة السياسية لما الحكومة بيقوم الآن بعد ما أعادت الحكومة مدينة الحرير ليتم دراسته في المجلس رد اسمها مدينة خرير ما راح توصل معاهم إلى نتيجة والله العظيم لن تصل إلى نتيجة أنا أقول يجب أن يتخذ القرار اللي يرضى الله سبحانه وتعالى أولا ثم يكون في مصلحة الشعب الكويتي ثانيا وحتى أن لم يفهمه البعض لكن إذا استمرنا بهذا الوضع ندعب الطوفة هذه الرواتب قاعد ترتفع أحد يجاوبني يقول لي شنو عندك حل غير الخصخصة خلي يقولوا حنا وياه بس فقط نتهم ونجد الذات وإن كانت كلمات صحيحة ومستحقة دون الوصول إلى حل لن نصل إلى نتيجة ترجمة نانسي قنقر